بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في جميع بقاعد دنيا وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها البركة والأثر والنفع لجميع السادة المشاهدين النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتكلم على بعض الأفكار الجديدة يعني أنا يمكن قلتها قبل كده لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأثر يا رب يا رب يبارك في الكلام يا رب أول حاجة جديدة عايز أقولها النهاردة اللي هي الأمراض المناعية الأمراض المناعية زي الزئبة الحامرة زي الروماتويد زي الباسكولايكس التهاب الأوعية زي التهاب العضلات التهاب الأعصاب مايسينيا جريفز مش عارف موتور نيرون ديزيز فيه مش عايز أقول لكم حتى البرونكيا الأزمة حتى الأزمة التنفسية تلت تربع الأمراض اليومين دول أمراض مناعية تقول يعني مرض مناعي المرض المناعي معناه أنه هو بدأ بمشكلة نفسية يعني مشكلة نفسية يعني ليه دايما الأمراض المناعية بتبدأ في مرحلتين من العمر يا إما الشباب ومرهقة ها بنات كده زعلت على الجواز زعلت على الحب فشلت في التعليم حد حبيب مات دي بداية الكارثة النفسية اللي هيتبعها اضطراب هرموني اللي هيتبعها خالة المناعي اللي هيتبعها وجود أجسام مضادة تضرب في الجسم نفسه اللي هيظهر بعد كده أعراض مرضية التسلسل ده لو حضرتك عرفته وحبيته هتقدر تعالجه أنا عندي زيبة حمر زيبة الحمر ده مرضي البنات اللي هي في سن مثلا 15-25 سنة ونسبة البنات إلى الصبيان 20 إلى 1 سدق دي 20 من كل 20 بنت مصابة بالزئبة الحمراء تلاقي ولد الأمراض المناعية دي الأمراض المناعية دي حتلاقيها لها صور مختلفة واحد مش قادر يحرك إيديه واحد مش قادر يحرك مش قادر يعني إيه في الصابع ويفتح الأمراض المناعية يعني زي ما بقول لحضراتكم ممكن تبدأ بمرض نفسي مشكلة نفسية المشكلة نفسية دي هزمت الإنسان من جوه فبوضت الجهاز الهرموني بسيت شارج أكتر من 3000 مركب سام بتنتج نتيجة الزعل الحزن القلق كذا بتنزل هذه المواد فبتبوضي الإفراز الهرموني اللي البزيد رجلان تبقى زي المجنونة بتنزل هرمونات أي كلام الهرمونات اللي نزلة بتعملي خلال مناعي في الأجسام مضادة تضرب في الجسد تضرب في المفاصل تعملي تشوه تضرب في كيلة تعملي فشل كالوي تضرب في الرئة تخلاتي تقفل تضرب في الأوعية اللي أنا مش عارفها في الأوعية وهكذا إذن المرض المناعي أصله مرض نفسي طب إحنا عندنا في الطب بنقول إن دول unknown cause يعني السبب غير معروف وأنون تريتمنت أو بندي كورتزونات على أحسن التالي ساعة بندي ميروسابريسوما لو أنا قدرت أعرف إن المشكلة بتاعت المرض المناعي مرض نفسي أعالج المشكلة النفسية تحلت طب بفرض إن أنا دلوقتي عندي كيلة تشوهت ترسيبات مناعية كتير بوزة كيلة يعني أنا داخل في غسيل كيلة بينسوا بقى أنا كان عندي مشكلة إيه عندي مصيبة إيه ومم تخسل طب أنا أحل الأول المشكلة النفسية ما ديرش أحل المشكلة النفسية حد عنده حد مات عمرها تهدت حد عنده كذا لكن أقدر أديله مهدئ يعني نازم أديب في العلاج بتاعي مهدئ أقدر أديله حاجة لضبط الهرمونات عايزة حاجة نشاط الهرمونات شوية أقدر أديله علاج مناعي مضادات طبيعية زي ما أنا أقولت لكم إحنا اكتشفنا أكتر من عشر مواد طبيعية بتعمل كأنتي بيوتيك أنتي فار أنتي بكتيريال خدنا منها الأورونفول والمر والرويند وخدنا منها اللامون والإرفة وخدنا منها حبة البركة عشر مواد أنا كتبتها قبل كده إن شاء الله نهاردة إذا أذن ربنا برضو أنا على الهوى نهاردة الجمعة نهاردة الاتنين بإذن الله هتلاقوني الاتنين والجمعة على الهوى على الفيسبوك على صفحة دكتور جودة وعلى قناتنا جود قناة جديدة اسمها جود قناة جود على اليوتيوب أنا موجود الساعة 8 مساء النهاردة إن شاء الله المرض المناعي ده عاوز أنت تحصره من كذا حتة من الأول عندما نشأ المرض المناعي سببه إيه؟ علم النقطة الثانية عند الهورونات اللي فسلت النقطة الثالثة عند العلاج المناعي بقى إيه اللي حصل بقى دامج في الكلا شوف إيه اللي بيصلح الكلا ها حصل خراب في الرئة شوف إيه اللي بيصلح الرئة حصل خراب في المفاصل صلح المفاصل إذن أنا بعالج المرض زي ما بعالج مثلا ألام الرجبتين أو أعالج ألام القدمين بعالج ألام القدمين من أول فوق من المفاصل من فوق من عند العصب ها وبعدين أنزل شوية من عند الوسط حزام عريض وبعدين أنزل شوية عند الركب أعمل تدليق ولف بالصوف وبعدين أنزل تحت أعمل حن على القدمين كأنني أنا ما بعالجش ألام القدمين من تحت بس أواخد مسكن أخد مسكن ضيعة الدنيا إذن الطريقة الجديدة للعلاج تختلف حسب تحليل أسباب المرض يعني أسمع كده من مورد الهيستوري قولي كده المرض بدأ إزاي حد مات حد كذا حصلت حدثة ها كلام ده في الجديد في الطب إحنا بدأنا بأول فكرة جديدة اللي هي نمر واحد فلسفة جديدة للعلاج اللي هي علاج الأمراض المناعية علاج الأمراض المناعية كده إن شاء الله نقدر نعالج زئبة حمراء روماتويد مش عارف باسكولايتس مش عارف التهاب مفاصل التهاب عضلات ما يساني كل ده نيجي نقول مثلا يا جماعة عايزين نصحح بعض المفاهيم مثلا عندك شباب في العشرينات الشباب اللي يومين دول في إعدادي وسنوي شباب في إعدادي وسنة 14 وسنة 16 سنة بيعودوا يتفرجوا على المحمول وعلى وعلى الدش والحاجات دي وعلى المناظر الإباحية فبيحصل إصارة هرمونية يحصل إصارة هرمونية يتبعها التهاب في الخصية فإتباعها التهاب في الحوض الولاد دول جوني العيادة يجوني العيادة في سنة 14 سنة خصية سنة يروح لدكتور يقوله نعمل دولي خصية ونقص أصل خصية ده ما يرديش ربنا طبعا هو المفروض يقوله أنت تبعد عن المشاهد المسيرة والإفراز الزائد من السائل المنوي هينزل بعد البول هينزل في الاحتلام لكن نقص أصلك ونعمل دولي خصية الحقيقة ده ما يرديش ربنا خالف فممنوع عمليات دولي خصية للشباب أهل من العشرين وممنوع للشباب الذين لا يمتزوج في عمله دولي خصية ليه وبعدين نقوله عندك تشاهدات سالمانية هو لسه تجوز لما نرجع نتكلم على الجديد في الطب يمكن أنا قدمت لكم حاجة اسمها التعليم الطب المستمر أو البيشان ايديوكيش مفروض أن أنا باهتم أن أنا بوعي المريض عن طريق الصور عن طريق الفيديو عن طريق الميديا الفيسبوك اليوتيوب عن طريق الملصقات الكبيرة عن طريق الكتب بالإضافة إلى تدريب الأطباء لازم نعمل تدريب مستمر للمرضى لازم نعمل تذكير مستمر بالأمراض لازم نقولهم يا جماعة الوقاية أرخص بكتير من تكاليف العلاج العلاج يعني لسه حد رايح يعمل سنة أول مبارح يحشي درس الدكتور قال له 2500 جنيه عشان يحشي درس فالمسألة ما بقاش فيها الزر خالص فعشان كده بقول لكم أنه الوقاية أرخص بكتير من تكاليف العلاج أنا قدمت الجديد في الطب المنظومة المتكاملة لازم رياضة لازم شغل لازم ماشي لازم علاج غزائي صحي لازم نوم صحي بالليل الصهر بيدمر المناعة لازم تفاؤل متجدد ونصنع التفاؤل ولا تدعي الحزن يفتك بك لا تدعي الحزن يفتك بك ولا تدعي الهم لا تسيبش الهم يسيبك يموتك ليه لأنه دايما كان حضرة النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر رجال قهر رجال وقهر النساء دي مسألة صعبة جدا واللي أنا أعيز أقول لكم عليه إن بكسرة سجودك لله وكسرة دعائك يخفل عنها كثير لأن المرض النفسي لو خف خفت الأعراض الهرمونية وخفت المرض المناعي واتعادل السكر وخفت الأعراض بتاعت البرومكيا الأزمة وخفت الأعراض بتاعت ألام العضلات والمفاصل ده فيه ناس عندها ألام في العضلات والمفاصل حتى مع اختفاء العضلات والمفاصل يعني الألم ما كانه المخض رابلك مثلا كنا في المستشفى وبعدين فيه مريض عنده غرغرينة في رجله فقطعنا له رجله لغاية الفخ قطعنا للمريض رجله لغاية الفخ هو رجل كبير عنده سبعين سنة المهم إن أنا بسلم عليه تاني يوم ورجله مربوطة جنبه وهم ما بصش حتى على رجله فبقول له عامل إيه انت عامل إيه قلي طول الليل ما نمتش من ألم كبير في صباح رجل صباح رجل كبير عامل ألم طول الليل هو أصلا ما فيش رجل خالص يعني أصلاح نقطع الرجل إنما بقول لك طول الليل ألم شديد في صباح رجل فين صباح رجله نفيش وبالتالي أغلب الناس اللي بتشتك نعم ناخد فاصل الأذان فاصل قصير ونعود إن شاء الله انتظروني بعد الفاصل إن شاء الله أنا موجود عودنا بعد الفاصل كنا نتحدث عن طريقة العلاج الجديد أو الجديد في الطب كنا نتكلم على المشكلات النفسية حزن وألم وفشل وغيره ودي المشكلات النفسية حتى لو فيها نزاع حتى لو فيها خناء والإنسان حس بقهر أو حس بأنه ما خادش حقه وتظلم الموضوع بيطول معاه يحتقن في نفسه حتى من أقرب الناس إليه يؤدي المشكلة النفسية بتؤدي إلى اضطراب هرموني بتعمل خلل مناعي الخلل المناعي ده طبعا بيعملنا أجسام مضادة بتضرب في الجسم نفسه تلاقيه بيكح ويتلاقي الإنسان بيكح ولذلك يعني فيه كحة اسمها كحة نفسية عصبية يعني تلاقي واحدة مثلا كده بتتخانق وبكح أو واحدة في الامتحان بيكح دي كحة نفسية كلما ازداد المرض النفسي أو كلما ازداد الألأ النفسي كلما كان له أعراض جسمية ألم زغلالة ريئي ناشف ضربات قلبي سريعة بحس بها مدان ركب يبت وجعني مش قادر أقوم كل دي أعراض أعراض جسدية لمشكلة نفسية لو تحلت المشكلة النفسية أو الأمل رجع والدنيا تحلت هتلاقي البني أدم ده ما عندوش حاجة خالف يعني أنا أضرب لك مثل صغير كان فيه واحد مريض معانا وكان متشخص على أنه كانسر وفيه علامة في الشيست إكس راي أو فيه علامة فيه أشعة الصدر فيه دائرة كده في الصدر فهو راح لواحد واثنين وثلاثة وقاله إنه ده إيه ده سرطان رئة فاسبوع اثنين ثلاثة هو بيكوح يجيب بالغم فأول علامة ليه سرطان الرئة أنه هو كوحة دم يعني مدام ما فيش دم يبقى ما فيش لأن الكنسر سيلز أو الخلايا السرطانية تأكل الأوعية الدموية فبتعمل نزيف فأول علامة للكنسر إنه بيكوح دم أو بيتبرز دم ما فيش دم بينزل من فوق ولا من تحت يبقى إحنا لسه فيه حاجات مشتابة المهم إنه هو قاعد في المستشفى شهرين على إنه بيتعالج على إنه كانسر وبعد كده راح لدكتور فالدكتور ده رجل فاضل فقارن ما بين الأشعة ثلاثة أربعة أسابيع وربعة لقى إن حجم الدائرة دي ثابت ما بيتغيرش مدام حجم الدائرة دي ثابت ما بيتغيرش فده عبارة عن إيه بالمونري أبسس أو حاجة خراج في الرئة أو أي حاجة مطلفة يعني فقال للمريض ده أنت ما عندكش ما عندكش سرطان ولا حاجة إزاي دكتور ده أنا متشاكل سرطان بقى لي سنتين سرطان وبقصي أولادي وأنا هموت خلاص ومدخلينه على كرسي بقى وبتاع قال له بقولك ما عندكش حاجة قال له يعني أقدر روح قال له أقدر تروح راح قايمن على الكرسي ودخل حمام وتشطف ولبس ونزل يمشي كان بيموت ونايم في السرير بقى له شهرين هو ده اللي إحنا بنعمله في الناس الناس من الشقم والمشاكل النفسية وعندك سرطان ومش هتخف أي وعد عندك الكعف السدي عندك سرطان مش هتخف هتقطع السدي جال إحباط مش قادرة توم ولا تقعد فالمشكلة النفسية عملت مشكلة هرمونية عملت خلل مناعي عملت لنا همدان وأعراض مرضية ضربات قلب سريعة ورق ناشف ونهجان ليك هات بقى واحد حكيم يقول لي يا جماعة دي مش عراض كنسر خالص أنا لسه جايلي واحد للسبوع اللي فات راح عنده شوية كحة بسيطة كده وشوية ألم في بطن راح قال له وعمل لي أشاعة الصدر عمل أشاعة الصدر لقى فيه شوية دوائر كده في الرقق فالدكتور المحترم قال له لا ده سرطان متشعب في الرقق خلاص وراح مش عارف مين هياخد جرعات ايه وكماية واشياء لما جالي قلت له انت بكوح دم قال لي لا قلت له قالك بيه طب ان سرطان الرقق يعني بكوح دم لان سرطان الرقق بيتشعب وخلايا السرطان بتاكل الأوعيات الدموية فبيجيب دم فمدام ما فيش دم نتفاهم فطلع انه بالنسبة للرقق اي واحد كان بيجي له دور كحة باستمرار ازوعه لحاجة بيسيب ندبة اثر يجي له السنة اللي بعدها كحة يسيب اثر او بيدخن بيسيب اثر بعد كده بتبص تلاقي الرقق مليانة خروم لو اي حد يشوف يقولك ده سرطان متشعب مش سرطان متشعب والحاجة وطبعا جامعة هارفورد في امريكا بعد دراسة الاف الاشياء عشيست اكس ري قالت يا جماعة ما تهموش المريض ان عنده حاجة الا ازا كان بيكح دم كح دم دي نتفاهم فيه بقى يبقى كده دخلنا في درن دخلنا في سرطان ريئة دخلنا في انما هو بيكح ايه يعني مش كيلا ما يكح فالانا عايز اقولكم انت تقوله واحد عندك سرطان انت ضيعته ضيعت عيلته وضيعته وبعدين فيه تشخيص السرطان احنا قلنا الجديد في تشخيص السرطان ايه نمرة واحد لازم تبص عكلين كلبكشر ده شكل السرطان نمرة اثنين صورة الدم صورة الدم كرات دم الحمراء والبيضاء اخبارها ايه واحد اللي مجلبين خمستاشر وكرات الدم البيضاء ثلاث تلاف فين السرطان وبعدين نعمل حاجة اسمها دلالات الاورام نشوف كل ورم ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ورم بيعمل بروتين في الجسم اسم دلالات الاورام طبعا لو انت مشيت في التشخيص صح هتشقق السرطان صح لكن احنا دلوقتي كله شغال كله اي واحدة عندها كل كعف السادي عنده كل كعف هي حتة هات عينة وعينة على طول السرطان طب اش معنى العينات كلها بتيجي سرطان لان العينة انت بتاخدها بتاخدها على بال ما توصلها المعمل بقدد تشو يعني ايه دلتش خلايا ميتة فالخلايا الميتة اللي عبرنا تحطها في البلوكينج وتعملها سيكشنينج وتعملها في الشامع ومايتوم ومايكروتوم وكلام تكون الخلايا ماتت وعملت دينة يوريش طبعا اخوانا بتوعي الهيستو باستولوجي ها يعني انا مش عايز اقول لك انا ااخد مجلس سيل ودكتوراه في الموضوع ده ما بيقولوش الناس الكلام الخلايا الميتة انت عملتها سيكشنينج دي ما هتطلع كانتر سيل لان الخلايا كانتر خلايا غريبة اي خلايا ماتت دينة يوريش يا راجل ده انت عينة الدم لو خدت عينة الدم وفرتها وسبتها شوية الخلايا حصلها شرانكينج وشكلها وحش لو انت صبغتها الصبغة مش مظبوطة تطلع الخلايا شكلها وحش هتقوله بقى ان دي هيري سيل وكيميا وتعرض مش عارف تعمل ايه فمهم جدا جدا انك تبقى عارف ان احنا عندنا مستيكس اخطاء قاتلة في اخذ العينة قدت الى ان تلاتة ربع الناس بقى عندها سرطان طبعا واحنا بنتكلم على الجديد في الطب يمكن اتكلمنا على ان احنا بدأنا نرحم الناس بفضل الله من جرعات الانسولين لان انا بنقوله مريض السكر دلوقتي حتى لو بتعالج بقى له تلاتين سنة بالانسولين من فضلك تقيس السكر صايم كل يوم صايم صايم يعني قبل ما تاكل اي حاج لو السكر اكتر من مئتين بتاخد عشرين واحدة انسولين اكتر من تلاتمية تلاتين واحدة انسولين مرة واحدة مع الفطار طويل مفعول وعندنا صلطة بنقدمها اسمها الصلطة الخماسية لضبط السكر معلقة حيل بطارية معلقة كوزبرة نشفة طاستون مهروز بصلة متوسطة وحزم الجرجير صغيرة وجزرية مبشور الطبق الصلطة الصغير ده للاطفال للكبار للصغار طبق صلطة اسمه ضبط السكر قبل اي اكل معلقة كوزبرة نشفة معلقة حيل بطارية بصلة مبشورة فصلة ام هروز وحزم الجرجير وشوية جزر مبشور الطبق ده بتاكله قبل اي اكل بيضبط السكر اتكلمنا على واحنا بنتكلم على الحلقات الجديدة والجديد في علاج الطب ان شاء الله ان شاء الله في كتاب جديد نازل بالالوان الجميلة في معرض القهيرة الدول الكتاب ان شاء الله 23 يناير في معرض القهيرة الدول الكتاب جديد بالالوان وان شاء الله قناتنا الجديدة على اليوتيوب اسمها قناة جود جي او او دي قناة جود على اليوتيوب من فضلكم من فضلكم وخاصة حبيبي على الفيس على الفيسبوك قولوا للناس ان الدكتور جودة موجود يوم لاثنين الساعة تمانية ويوم الجمعة الساعة تمانية على الفيسبوك على الهوى وعلى قناة جود قناة جود جي او او دي يعني بدل القناة القديمة اللي ضعي فيه تطبيق جديد ان شاء الله على الابليكيشن هيبدأ من 1 فبراير على الديسك توب هتخش على جوجل وهتخش على طول دكتور جودة وتاخد كل الحلقات اللي عملناها التطبيق الجديد ان شاء الله 1 فبراير بعد 20 يوم وبنعلن ان احنا بنتدرب الاطباء تدريب مستمر ان شاء الله كنا حذرنا في الجديد في علاج الطب من خطورة ادوية الضغط تقلنا ان ادوية الضغط الناس اللي بتاخد ادوية الضغط باستمرار بتعمل همدان وخمول وكسل ادوية الضغط باستمرار بتعمل ضعف جنسي ادوية الضغط باستمرار بتعمل زهايمر ادوية الضغط بتبوز العضلات عشان كده بنقول ان انا ما باخدش دوة الضغط الا اذا زاد الضغط عن 160 على 100 يعني لازل تحت بعد 100 انما 140-90 ما باخدش علاج ضغط خلاص فمهم جدا انك تبقى عارف ان انت بتقيس الضغط زي ما بقيس السكر كل يوم صايم بقيس السكر كل يوم صايم عشان احدد جرعة الانسولين او الدوة اقل من 200 ما فيش انسولين سكر صايم اقل من 200 ما ياخدش انسولين لا ولد ولا بنت ولا رجل ولا ست والسلطة بتاع ضبط السكر هتنزلك السكر خالص وبعدين عندنا الادوية بتاعة الضغط بتعملنا الزهايمر ونسيان وضعف جنسي وهمدان وخمول وكسل وستات كتير ورجالة كتير مجرد ما زبط جرعة ادوية الضغط الدنيا تعادل خطورة ادوية منع الحمل احنا قلنا ادوية منع الحمل اتمنعت من العالم كله الا بلدنا بتعمل طبعا كانسر حبوب منع الحمل وحقا منع الحمل بتعمل كانسر وهشاشة عظام وتقع الشعر بوز الجلد وبتعمل سرطانات ومشكلة كبيرة برضو حذرنا من ادوية الصرع الناس اللي بياخدوا ادوية الصرع بلبسي ادوية الصرع بتعمل اه اباسي وبتعمل تناحة وبتخلي اللي بياخد ادوية الصرع باستمرار عنده اه مشكلة المشكلة بتاعته ان هو اه ما بيفرحش مع الناس ما بيزعلش مع الناس هو الوحده والناس لوحدها وفي الاخر بتبقى معاك مخلوق موجبانات احنا بنعمل ايه طب في ادوية الصرع واحد يقولك ما لازم اخد ادوية الصرع عشان ممكن الصرع يجيله في الشارع في عربية تضربه لا احنا دايما لو التشنجات وقفت بقى لست شهور بنعمل EEG اللي هو رسم المخ لو ما لقناش فيه إبليبتيك فوكس ما لقناش فيه بقر صراعية بنعدي الموضوع نرجع بعد كده للقدمناه ايه الجديد اللي قدمناه قدمناه علاج الكلة اهم علاج بيجلنا الناس من كل دول العالم علشانه اللي هو علاج الفشل الكلوي بدون غسيل وبدون زرع قدمنا المشروب الزهبي اللي هو ايه عسل وخل تلات مرات وقدمنا المشروب الفضي اللي هو لبان دكر وصمغة عربي وقدمنا المشروب البرونزي اللي هو مغلي شعير وبقدون السلطة 4 مرات بفاتفة الحصى ودلوقتي بنقدم مغلي البقدون او مغلي الكزبرة مغلي الكزبرة ده معلقة كزبرة في كوبايتين ماي لو شربتها مرتين 3 في يوم بتفاتفة الحصى البودرة مغلي الكزبرة بيزبط للسكر ويزبط للضغط ويفاتفة الحصى البودرة مش ممكن اقوى من دول بقى مشروب الخضروات الخامس مشروب الخضروات الخامسة ده أنا قدمته لعلاج السرطان ده عليه أكتر من 15 مليون مشاركة 15 مليون مشاركة على الفيسبوك وعاليوتيوب المشروب الأخضر ده عبارة عن عفصير 5 خضروات اللي هو جزر وبصل وبقدونس وكرافس وفجل وجرجير أو كده يعني بيتضربوا في الخلاط ونتشرب كوباية قبل أي أكل ده بيعيد تكون خلايا الكيلة والكبد والأمعاء أنا جربته مع سرطان الكبد السرطان اللي 28 سنتي نزل في شهر واحد بقى 2 سنتي الورم بتاع السادي اللي كان 10 سنتي في شهر واحد بقى 2 سنتي من فضلكم مشروب علاج الخضروات الخامسة أسرع علاج على الإطلاق للأورام هوللكوا على حاجة غريبة جدا طبعا أنا عامل فيه دكتوراه سنة من 90 ل96 ودي كانت المشروبات الخضرة اللي هي فيتوسيرابي يعني فيتوسيرابي يعني العلاج بالممتاجات الخضرة بينشط حاجة في الجسم اسمها الاندونيكليز انزايم ده اللي بيفتفت الخلايا السرطانية والحصوات أرجوك أرجوك والله اللي لازل أغيره أكتر من 15 مليون متابع بياخدوا المشروب ده في كل بلاد العالم مشروب العصير الخضروات الخامسة قدمت أقوى مضاد ضحيوي على وجه الأرض شراب أو منقوع أو دهان اللي هو عبارة عن 5-6 حاجات أورنفل وإرفة معلقة أورنفل معلقة إرفة معلقة راويند معلقة مر بطارخ ومعلقة لباندكر الخامسة دول بحطوهم المفروض نرى بحطوا كل كباة فيها معلقة لو أنت عاوز تكتروا وتحطهم كل مرة واحدة ماشي عايز تحطوا كل واحدة في معلقة واحدة أو كل معلقة في كباة أورنفل راويند مر بطارخ وإرفة ولباندكر دول طلعنا منه أقوى مضاد ضحيوي على وجه الأرض ده أنا عامل عليه تجارب يجي كم سنة كده المشروب بتاعهم تاخد منه معلقة كل ساعتين يشلك احتقان الجيوب الأنفية والحلق والودن وألام الجسد أدي واحدة معلقة كل ساعتين لو أنت سبت الرأس بدأ ليلة اتنين تاخد الرأس بدأ تدهن الجلد لو عندك أي مشكلة في الجلد هرش حب شباب دمام الخراريج الناس اللي بتحط مزيل عرق تحت البطو وعمل لها أورام الناس اللي عندها أورام السادي حطينا في أورام السادي ده النقيع ده وعليه حتة شاشة مش عايز أقولك يوم اتنين تلاتة الورم خلاص يعني اختفى جربنا كمان البن البن ده لو ناس عندها قرح في البق التهابات سرطنات سرطنات لسان جاني سرطنات لسان وسرطنات فاك بتجيب شاشة صغيرة أو حتة قطنة تحط عليها نقطة عسل ومعلقة بن وتحطها كنا زمان لما حد يحصل له جارح حط على شوية بن فيلحم ايه اللي في البن بيمنع الالتهابات ويمنع الألم يعني يملع الألم فيه ناس عندها سرطنات وألم ما بتقبش خالص يعني تدي مسكنات حقن مسكنات شربه مسكنات لبوس مسكنات الجن الأزرق الألم شغال توصل للألم فأقرب حتة أقرب حتة دي يعني شوية بن شوية بروبلز شوية قرفة شوية قرنفل أجمل حاجة في الدنيا شوية قرنفل بودرة على مكان الألم اقسم بالله العظيم مش عايز أقولك دقايق مفيش ألم بلاش أنا عندي ألم في سنتي سنتي فيها ألم جامد قوي بحط فص قرنفل فصين قرنفل يسكن الألم لغاية ما روح لبتاع السنان عشان يشوف لي إيه المصيبة اللي عنده عشان بس ما تقولش الدكتور جودة بيلغت إلا أطباء يعني أنا روح لبتاع السنان يشوف إيه المصيبة اللي عنده لكن على الأقل فيه تسكين مؤقت بس ما تعتمدش على كده على طول الدكتور جودة قدم أقوى مضاد ضحيه على وجه الأرض وقدمت زي ما قدمت فكرة جديدة فكرة جديدة لعلاج الأمراض المناعية قدمت فكرة جديدة لمضادات حيوية جديدة طب ليه يا دكتور ما المضادات الحيوية في الأجزخانة والحقنة البكتيريا والفيروسات والمايكروبات الموجودة الآن الميكروبات الموجودة الآن بقت ريزيستانت بقت عنيدة اتعودت على المضادات الحيوية اللي عندنا والله يا العظيم بنيدي ثلاثة أنواع منضادات الحيوية وما فيش فايدة الميكروب الريزيستانت فلازم نغير لازم نغير حاجات تانية ما تعودش عليها الميكروب طبعا فيه أمراض جديدة يعني نشأت نتيجة استعمال المحمول أو الموبايل عملنا أول حاجة طبعا نتيجة الموبايل كتير أكتر من 4-5 ساعات في اليوم عندنا أمراض اسمها أمراض الأزن والتهاب الأزن طبعا والسماعات اللي في الودن بتكتر البكتيريا اللي في الودن 300 ضعف فبتعمل التهابات وإفرازات وصديد في الودن والناس اللي بتحط السماعة في ودنها على طول بتعملها مصايب وبلاوي وبعدين تعمل دوار ودوخة والناس اللي هي بتركز في عينها على طول بتبدأ منها تحمر وبعد كده يحصل تآكل في العصب البصري والله العظيم جالي طلبة في كليات جامعية في سنة ثالثة كلية وغيره هندسة وفنون جميلة وغيره ماذا حدث؟ الطلبة دول يعني فقدوا الإبصار هل ممكن من طول الأعداء قدام الكمبيوتر وطول الأعداء قدام المحمول البصري ديه أهو الله العظيم دمور في العصب البصري نعم معنا اتصال اتفضل اتفضلي يا حبيبة اتفضلي اتفضلي معلش لو تمحك أنا ممكن أعرف أعراض السرطان الرأس ده بيجي إزاي؟ سرطان أعراض سرطان إيه؟ رجاب سرطان إيه؟ الرأس الرأس في الدماغ؟ طيب من جولة من بره لأ فأنا بيجيب الباب كل يوم أول مكشل من يوم ويبقى لي شهر على كده صداع في رأسي من ورق جامل زي ما يكون فيه مصاميز زي ما يكون في حالة تقبض جيد حاضر ودخل على طوب وطعب على صدس حاضر حاضر شكراً هو طبعاً مش معنى أن أنا عندي صداع باستمرار أن أنا عندي سرطان في دماغي يعني خلي بالك بس معين عندي صداع باستمرار ممكن يكون عندي جيوب أمفية وأغلب الناس عندها جيوب أمفية ما بتاعترفش مناخيرها مسدودة بتعمل صداع المناخير المسدودة بتعمل صداع بشوق الدماغ نصين عندي التهاب في وداني بيعمل صداع عندي مشكلة في السكر بتعمل صداع سكر عالي سكر راتي بيعمل صداع ما نمتش كويس بيعمل صداع عندي مشكلة خايف منها اللي خايف من المشكلة بتعمل صداع قاتل يا جماعة خلي بالكم قلة النوم بتعمل صداع المغس الإسهال الإمساج بيعمل صداع إذن بعد ما استبعد ده كله وعالج ده كله أشوف ضعف النظر مشكلة في السنان مشكلة في الجيوب الأمفية مشكلة في الودن كل عضو في الجسم بيتعب بيعمل صداع لو كل ده سليم والسكر سليم والانيميا سليمة ووظيفة كيلة والكبد وكل الدنيا سليمة أعمل بقى سيتي برين أعمل أشياء على المخ أعمل أشياء على المخ أشوف فيه إيه يعني آخر حاجة برجع لها اللي هو أشياء مقطعية على المخ عشان أعرف إذا كان فيه ورم ولا ما فيهش ورم بس الورم اللي في المخ بقى له أعراض إيه الأعراض إيجاكتايل بوميتيج إن واحد بيرجع باستمراره إيجاكتايل مش يوطي كده لأ يعني ترجيع شديد وبيعمل كمان يعني بلونج إيفيجن اللي واحد مش شايف كويس وإنكريز إنترا كرينيا البريشر يعني بيرفع لي حاجات كتير في الجسم منها الضغط ومنها سي سيف ومنها ومنها فورم في المخ ده له أعراض فضيعة إنما مش مجرد صداع إنما برضو لازم أتطمن إن أنا عندي صداع باستمرار هل هو صداع خوف؟ هل هو صداع إلي تنوم؟ هل هو صداع ضعف نظر؟ هل هو صداع جيوب أمفية؟ هل هو صداع مشكلة في الودان؟ هل هو صداع مشكلة في سناني؟ هل هو صداع سكر؟ صداع ضغط؟ صداع أنيميا؟ صداع إمساك؟ إسهال؟ هل هو صداع إيه؟ لازم نعرف أسباب الصداع الأولى نرجع نكمل الجديد الذي قدمناه فنحن قدمنا أدوية جديدة لضبط الضغط قدمنا كما ست حاجات تنزل الضغط المرتفع زي الأورنفل زي الدوم زي فصل توم في الزبادي زي معلقة عسل قدمت خمس ست حاجات تنزل الضغط المرتفع بأمان يعني دلوقتي ضغطي عالي قوي قوي بحط ببقي فصل الأورنفل خمس ده ضغطي وطي فلأنا عايز أقولك عليه أن فيه حاجات طبيعية بتوطي الضغط إذا كان الضغط وبعدين لازم أعرف الضغط ده إيه؟ ضغط نفسي؟ ضغط غدة؟ ضغط عصبي؟ نعم؟ معانا هيمة تفضلي عليكم السلام أستأذنك جمزي عنده بلغة من كتير قوي يعني بمعدل كل 3-4 ثواني تنيس بلغة بكمة من المسطرقة مش طويسة هو من دايقانا السيام هو قاعد مع الناس بحثين النوم فعايز أعرف حلي بيها حاضر البلغة من كتير البلغة من كتير لقى أسباب مرضية لقى أسباب مرضية ولقى أسباب نفسية البلغة من كتير ممكن يكون عندنا في الطب حاجة يعني مثلا زي الدرن فنروح ناخد البلغة ده البصاق ده الصبح 3-3 يام وربعة البلغة من الصبح 3-3 يام وربعة ونعمله حاجة اسمها تحليل بلغة أو بصاق للدرن 3-3 يام وربعة وبعدين ناخد عينة تانية نعملها حاجة اسمها مزرعة وحسية يعني مزرعة وحسية يعني بتتزرع كده على أطباق بدريديشيس وبتاع وبنشوف المضادات اللازمة لها هل هي إصابة بيروسية هل هي إصابة بكترية هل هي إصابة فطرية هل هو درن هل هو إيه بالزبط لابقى البلغة من كتير أو البصاق الكتير لازم أعرف أسبابه إيه ساعات بيبقى البلغة من كتير وبصاق الكتير مجرد إصارة أنا ما بنامشي كويس أنا بصهر باستمرار بدخن باستمرار بواسط الغشاء المخاطي يعني سعب بيبقى إفراز البلغة من كتير مش دليل على إن أنا عندي دارن ولا عندي أمراض كتيرة ولا عندي معايا لكن لازم لو عندي بلغة كتير لازم أحلل البلغة ده البلغة ده بيتعمل ثلاث يام وراء بعد حاجة اسمها تحليل بصاق للدرن وبعدين أعمل عينة من البصاق ده أعملها مزرعة وحسية عشان أشوف فيه إيه بالزبط نعم؟ معانا الأستاذ جمال فضل فضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم فضل وعليكم السلام زكا دكتور الله يسلمك نعم بنحبك وجزاك الله خير على اللي بتقدمه لنا والله ربنا خليك فندم اتفضل قول سؤالك الله ما صل على النبي تراهل العضلات والمعوض اللحمة جدا عند الحريب تراهل العضلات ده بعد الحمل يعني والولادة؟ لا 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 ده سن كبير سن كبير طيب طيب حاجة ثانية طبع عند قطع جزء في الرباط الصليبي وتهتك في الغضروف بتقدر تمشي على رجبك؟ لا ده مشي بس بتخني بتخونك؟ اه في حلول كتيرة اول حل ان انا عندي دهان هتجيب نص كباية زيت زتون ونص كباية خل تعال بيت نص كباية زيت ونص كباية خل معلش استحملني هتدلك الجلد ده مرتين تلاتة في اليوم الحاجة الثانية الزيت والخل الزيت والخل ده هتعمل منه شراب عريء كل يوم يعني معلقة زيت ومعلقة خل ونص كباية ما يسخن عريء كل يوم يبقى انا بنضف من جوه وبنضف من بر يبقى دهان تلات مرات ومعلقة الخل ومعلقة زيت زتون ونص كباية ما يسخن عريء ايه كمان؟ ان انا بقى ابتدي اشفط البطن شوية وفوق القميص او فوق الملابس الداخلية واربط بحزام او ملاي عشان الام التراهل ده التراهل ده مع الايام لو لميته باستمرار بيتلم شهر اتنين تلاتة هتلاقي الدينة غير دخالة يبقى ده علاج التراهلات حتى لو في سن كبير علاج قطع روباط الصليب الرباط الصليبي طبعا ناس كتير قوي بتتقطع لو الرباط الصليبي القطع تمزق بارتشيل او جزئي احنا بنديله من عندنا حاجة اسمها سمي ناحل يمين وشمال صابونة الرجبة وبندلكها بالزيت اي زيت عندك وتلفها بالصوف ما عندكش غير شوية زيت دلكها باي زيت عندك ولفها بالصوف كفية صوف كمة قميص صوف رجل بمطلون صوف لو انت لفتها بالصوف اسبوعين ثلاثة بيتكون الرباط الصليبي تاني مش بس كده والغضريف اللي جوه اللي التكلب بتتكون تاني ده بالنسبة لي قطع روباط الصليبي اما اذا كان القطع جديد او يوداني محتاجة جراحة هتطلع هتعمل بها اشعة وتعمل عمليات جراحية تفضل الحاج مين تفضل لحاج فؤاد تاني حبيبة المرتين لا مرة واحدة بس ها واحدة تانية حبيبة اخرى تفضلي لو سمحت يا دكتور انا نفت كشف اه والدكتور قال لي انت عني بتعب النفس فتبني علاج للتعب النفس ففي ناس بتقولك بتعب النفس بيتعب بالاعصال اكتر وكده فده حقيقي او لا انت خدت الدواء ولا لسه لا ما خدتش الدواء طيب اشكرك جدا شكرا دلوقتي لازم نعرف حاجة يا جماعة اه لو انا عندي مشكلة نفسية راجل او بنت او ستة عندي مشكلة نفسية لو قدرت احل المشكلة واصلي ركعتين قضاء الحاجة وطول السجود ونام النوم شفا الفرق بين العائل والمجنون ان المجنون ما بينامش لو المجنون نام يعقل مشكلتنا الناس اللي ما بيتنامش هتتجنب فاذا انا لو عندي مشكلة وقدرت احلها وقوم اتوضى وصلي واسجد لله عز وجل واقول له الحقن يا رب وربنا نزل عليها سكينة ونمت اخف لازم ننام وننام بالليل واي راجل او ستة انهم ما يقلش عن ثمان ساعات اللي بينام اقل من ثمان ساعات بيتجنن طيب لو انا نمت وبقيت كويسة وبامشي في الشمس كل يوم ساعة انا مش محتاجة لأدوية المريض النفسي لو نام يخف انما لو ما خفيتش لازم اخد الدواء بتاعي ايو محمود اتفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إلى اللي خليك والله يا دكتور انا حضرتك الجسم بيكون حصل اه ماشي و حضرتك عملت عملية تفتيت ماشي في تمانية وعشر عشرة ايو ماشي فحضرتك الدكتور ماشي أنا على فوار يولي و ماشي و ماشي على الحبوب السلسونة على طول وجسم بيكون حصل والله يا دكتور ماشي اولك وسكر بردو كدكتور حالية سكر عشوائي لاجت وصل متين بس ما خدتش الاجوة لحاجة حاضر شكرا شكرا لاتصالك شكرا دلوقتي مشكلة الناس الزمن ده انها بتكون حصوات مشكلة زمن ده تكون حصوات ليه بقى؟ ما أخلي بالك معين مدوم تحضيرك بتاكل فلو طعمية تبقى تكون حصوات كل يوم بتاكل كبدة ولحمة انا لسه بتكلم مع ناس وانا داخل دلوقتي هو المفروض اكل لحمة حمرة قدي المفروض ناكل لحمة حمرة مرة في الاسبوع كتير يبقى مرتين طب لو كل يوم لحمة لا ده انت هكون مسامير في رجليك وحصة في الكلة كل يوم لحمة حمرة وكبدة ولنشن وبصرمة وكفتة وكبدة وسوسيس وبورجر اقسم بالله العظيم حصوات في الكلة وحصة ورمل وشوك في رجليك يعني بيفنش هزار حضرق احنا لنا لحمة حمرة ربنا نوع المصادر عشان يوم فراخ ويوم سمك يوم بيضة مسلوقة يوم بروتين نباتي يوم لحمة انما كل يوم لحمة مايرضيش ربنا ماينفعش فارجوكو يعني ده ماينفعش مرتين في الاسبوع تعادل وبعدين انت ليك حتة لحمة قد البيضة اكتر من كده دينجر خطر طيب يبقى انا دلوقتي عشان ابعد عن الحصوات ابعد عن اسبابها يبقى الفول والطعمية انت ليك معلقة فول في الاسبوع زي زي اللحمة مقدرش كل يوم اكل فول كل يوم اكل فول يبقى فيه مسامير في الرجل وفيه حصة يتكون ايه اللي يمنع تكوين الحصة مالازي يمنع تكوين الحصة اول حاجة هتاخد لقرصين اسفرين اطفال تغلي معلقة كوزبرة في كبايتين مياه خمس دقايق تشربها سخنة بقدون ساخدر حزمة بقدون ساخدر في كبايتين مياه مرتين ثلاثة ومغل الشعير لازم تاخد خمس ستة كبايت في اليوم وتمشي على كده عشان نضمن عدم تكوين حصوات جديدة واضح؟ معنا حد؟ مين؟ سامر فضالي يا سامر الله يتسلمي ألو أيوة معاك فضالي قولي سؤالك اه لدي سؤالين انا عندي كلا كانت واحد وخمسة من عشرة بقت واحد وزلاتة من عشرة الكرياتينين؟ اه كلا اه ماشي ووعلي وبقت الكلا بقت واحد وزلاتة من عشرة وبعدها مقلت انا عايز احمل اه عملت تحليل الزلام اتلقى الزلام كان عند الف عدها عملت عملية اه عدت شهرين بعدها اه ثلاثة النتيجة الوقتي بقت تمامتاشر اه الوقتي هلاني هينفع اللي انا احمل على الوضع ده الكمتين واحد وثلاتة من عشرة والزلات بقت تمامتاشر انت سنك كم سنة؟ انا عندي خمسة وعشرين خمسة وعشرين سنة عندك اولاد؟ انا معي ابنتي من جوز الاولاني بلتعم اتجوزة من جوز التاني ده معيش كنت حامل وقبل الكلا وما هلوقتي انا باجر عشان احمل طيب حاضب السؤال التاني ماما عندها دايما ويقعد عندها واس زي فيه هرصة كده في دينابها ومش عارفة تقعد يعني عايزة هرصة حواليها ونفسها تقعد انها تقعد سكتة عايزة تحس بهدوء ما هيس عارفة تمام والحكاية تم دقيقها جدا هي كشفت؟ لا بنقول لها ممكن تكون عايزة في البداية فهي مش راضية بتاخد عليك كلا وخلاص يعني عندها خمسة سنسان منفعش 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 شكرا للصالب دلوقتي بالنسبة لي وظائف الكلا وانا عندي كرياتين واحد وثلاثة فاطمة معانا تفضل يا فاطمة تفضل يا طيب بقول انا ان عندي وظائف كلا وبعمل سونار وبشوف صورة الدم وبشوف الوضع العام بتاعكيلها الوضع العام بتاعكيلها مظبوط يعني البولينة في الحدود الآمنة اليوريك أسد الكرياتينين الهيموجلوبين خلاص يعني نسى الله عز وجل من يكون الحامل آمن وميفوش فيه مشاكل لكن اذا طلعت في ايه دمج ام عبد الرحمن أيها السلام عليكم عليكم السلام يا دكتور الله سمحت نعم أيها جزاك الله خير يا دكتور والله سدلي السؤال السؤال الأول أنا عندي بنتي عندها 20 سنة وعندها الأنيميا حللت لقيتها 8 فالدكتور كتب لها حبوب الحبوب دي هي أصلا عندها إنساء فالحبوب زودت الإنساء معاه تمام فهي تعبينة ماتية والملاين فهل الملاين صح ولا نمشي معها بإيه هي لما الأنيميا كالتمانية خدت العلاج شافت الهيموجلوبين تاني ولا خلاص لا هي لسه بدأة بقالها أسبوع بس مش قدرة يتكمل من الإنساء مع الحبوب يا دكتور طيب حاضر هقول لها البديل حاضر حاجة تانية ماشي شكرا يا دكتور مع السلام طيب هو دلوقتي من الربيع إيه إحنا لسه في الشد ربيع تفضل ربيع من قنع تفضل الله يسلمك تفضل يا حبيبي أهلا وسهلا معي الإبنة المغذرة ممنوعة دكتور أنتو أنيميا الفول آه لعلاج أنيميا الفول سنه كم سنة عشر سنين عشر سنين ماشي عشر سنين حاضر حقول لك على العلاج حاضر يا فاني حاجة تانية لا أقول بشك شكرا دلوقتي الأنيميا يا جماعة بنعمل لها كده أنتو عارفين طبق علاج السكر اللي هو إيه قلت عليه معلقة حلبة معلقة كوزبرة وبصلة متوسطة حزمة جردير وفاصة أوم وجزراء مبشورة طبق لذيه صغير بنديه للمرضى طفل راجل كبير قبل أي أكل فتر وغدى عشب يزاب السكر ده عن تجربة مع ملايين المرضى يعني الوصفة دي جايبة مثلا 12 مليون واحد 12 مليون مشاركة بالنسبة لي الأنيميا احنا بنعالج الأنيميا بخمس حاجات بيضة مسلوقة نص سوى كباية زبادي ثلاث بلاحات معلقة حيل بطارية وطبق صلطة خضر نقولهم تاني بروتين بيضة مسلوقة نص سوى وطبق صلطة خضر فيه جردير وخص وجزر وبصل قبل أي أكل ومعلقة حيل بطارية وكباية زبادي وعليها ثلاث بلاحات ده يعني جربناه مع الأنيميا يعني مش عايز أقولك في أسبوع بيزيد الهيموجلوبين وان جرام يعني كأنك بتاخد حقنا فده أفضل من الأدوية الحديد لأن أدوية الحديد بتعمل إمساك أدوية الحديد بتعمل إمساك أنيميا الفول بتتعالج بنديها نفس علاج الأنيميا ده ونبعد عن منتجات الفول شوية لغاية ما الولد يعدي سن المراقبة مصر 13 سنة الموضوع بيختلف معايا سؤال تفضل أيها نادية الفضل بالله عليك بعد المال في انتباه الجاغب أنا عايزة بس حاجة للدكتور سناني دايماً بتسوّط أحشي دلت العصب وأنا أتلين جام بيسوّط وأنا عندي أربعين سنة ومش أعرف أنا حشب تحتمل دروس لوقتي عصب وطربيش حاضر دلوقتي ألام الأسنان مشكلة كبيرة جداً ممكن أنا قلت مرة نصيحة قلت لك من فضلك قبل ما تنام نضف لي أربع حاجات من فضلك قبل ما تنام نضف أربع حاجات نضف لي سنانك نضف لي قلبك خلي قلبك نقي وراضي عن الله نضف لي شرابك ورجليك نضف لي قولونك لازم تخش الحمام قبل وتنام دول كده وقية من الأمراض هنضف سناني إن أنا أخص السناني بي المعجون بفرشة هنضف سناني المهم لازم تنضف سناني طب دلوقتي أنا عندي ألام شديدة في السنان يبقى أنا عندي ناص كالسي ناص كالسيوم ده أخذ كبات زبادي زي التلب بلاحات كل يوم كبات زبادي وتلب بلاحات كل يوم أعلى حاجة لعلاج الكالسيوم كبات زبادي بلادي وتلب بلاحات ولازم الشمس ساعة لأن الشمس بتنشط الأكتف فيتامين دي فبيساعد على مصاص الكالسيوم طب أنا دلوقتي سناني بتوجعني دايماً فاصق رونفل في سنانك فص قرنفل يمين وشمال في حاجة اسمها مر بطارخ انا بحط مر بطارخ بحط قرنفل بتمضمض ان شاء الله يا ربي بيه اي مضمضة كل ساعتين عشان احبض على سناني نظيف معايا سؤال تفضل مين معايا ايوة اماني تفضلي دلوقتي انا عندي بنت عمرها 16 سنة ونص ايوة وعندها سمنة في الجناب وفي البطل ايوة وطولها مكملش 160 سنة تمام وهي 75 كيلو وهي في سنة كام هي في تانية سنة وكده طيب شكرا جزيل هو طبعا المرض اللي انا بتكلم عليه مرض العصر اللي هو السمنة يعني الغير معقول يا جماعة انا بقولك والله العظيم بصدق انه الاكل اللي احنا بنكله الفاست فود اللي هو الشفسيهات والشوكولاتات والاندومي والكلام ده كله بيرمي بادي كونتور ودهن في اماكن غير معهودة يعني مفروض البنت اللي في تانية سنة ودي عندها بادي كونتور مالوش حل غزالة يعني فمعنى انها غزالة ان الغزالة اتمالت كرشها بالجوانب وبقت 75 كيلو يعني مفروض ما تزودش ابدا عن 60 كيلو مثلا فالله انا عايز اقولكو عليها جماعة نرحم نفسنا العلاج ايه بجيب حزام عريض واربطه للبنت فوق القميس حزام عريض للبنت فوق القميس بجيب لها طبقة صلطة خضرة كبيرة قبل اي اكل افطار غضعس الجرجير مين معانا ام محمد الصدلي السلام عليكم عليكم السلام والله يا دكتور كنت عايز اتقال حضرتك انا مريض السكر وضخ وعندي خطونة وعندي قطعة وطر في ايه فانا طحولي اعمل الحجامة الحجامة تنفع لمريض السكر ولا خطر شكرا طبعا حاضر قدامنا الحجامة دي يا جماعة سنة عن النبي بس ما ينفعش اي حد يعملها لانها بتتعمل في البلاد بطريقة غلط وبتتعمل بتشريط ويقعد يشفط من الناس دم ولما بيشفط دم من الناس كتيرة واللي عنده السكر اصلا عنده سيولة فيا جماعة والله العظيم الحجامة دي عاوزة تعليم صح على يد الطبيب صح اليومين دول بنعملها واخذ يعني ايه واخذ يعني زي السنة ابرة معقمة وما بناخدش في كاس اكثر من نقطتين يعني الحجامة كلها خمس ستة نقطة دم كأنها خدت عين الدم لكن تملك كساته ترميها وتملك كساته ترميها هتجيب للناس انمية خبيثة والله العظيم شفتي ناس ماتت لما عملت حجامة الموضوع انتشر في البلاد بطريقة غير قانونية وده مش تعليم عن طريقة طباء فحرم عليكم فانا بقول انت عندك سكر عندك ضغط عندك كذا فيه صلطة ضبط السكر وفيه مشروبات ضبط الضغط وفيه كذا انا موجود ان شاء الله الساعة تمانية النهاردة النهاردة ان شاء الله الساعة تمانية انا موجود على الهوى على الفيسبوك وموجود على الهوى على قناة جود على اليوتيوب وموجود يوم الجمعة الجاية وموجود هنا يوم الاتنين الجاي إن شاء الله من فضلك تعالى نتعلم صح من فضلك تعالى نمارس صح لما تاخد المعلومة الصح إن شاء الله هتنفي الصح أنا يعني كان نفسي أطول معاكو أكتر من كده لكن معلش هقابلكم إن شاء الله ساعة 8 النهاردة على الهوى على الفيسبوك وهرد على أسئلك كلها وعلى قناة جد وهرد على أسئلك كلها إن شاء الله إن كنت قد أحسنت ففضل يا برحمتي قل بفضل يا برحمتي فبذلك في الأفراح وخير ومجمعون وإن كنت قد أساد فأستغفر الله وأرجو أن تسامحوا شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر